ببراكاته مساء الخير عليكم جميعا ويا رب دايما بخير ده تفسير رؤى الصفحة الخاصة بفصر حلمك مع سمراء على الفيسبوك اختي حلمت زوجها قدام العمارة بيحرق ورق وانا لابسة عباية توقتين طبق شيفون فيها ثلاث حروق من ورق وطلع السلم مع صاحبتي دي اتفسرت في اليوتيوب لو ليك اي استفسار اكتبيه باذن الرحمن هيتفسر علاء الرحمن متزوجة دون اولاد حلمتني في بيت عمي خرقت من باب سنوي وجدت حق لأكلت انا واختي علي وزوجها مولود واخي عيد من شجر التين ثم احسست ان احدهم جاي فهربت لشجر التين بتاعت خالي مهدي واكلت تين وهرب الاخرون بالتجاه تاني ولما اردت الدخول وجدت امرأة عمي اسمها عائشة جلسة وبيدها حبل مربوط بهي كلب وامرأة ثانية اسمها خيرة فخفت انا من الكلب ودخلت البيت عمي وجدت زوجة عمي فاطمة متوفية قالت المفروض هذا الباب يبقى مولق فقلت لها القرار يطبق على الجميع كنت اقصد عائشة وخيرة هم كمان خرجوا منه وانا لما اكلتين من شجرتك ثم جاي عيد متزوج واب يحمل كارتونة بها كلاب صغار ومولود متزوج دون اولاد كمان يحمل معه واختي العالية هربت للداخل لما شايفت زوجة عمي فاطمة وقال عيد لفاطمة انزوري جبنال الكلاب كل اللي اكل من شجر التين ده معناه انه كربه وهم دخل عليه يعني كل اللي اكل من شجر التين اعرفي ان مشاكل وهموم كبيرة جدا جدا دخلت على الشخص ده الا انت واضح ان انت همك مضاعف لان انت اكلت من شجر تين والاكل من شجر تين هنا يعني ربنا يصلح الاحوال الا النهموم ومشاكل كبيرة جدا ولكن في هم انت اجتمعتوا عليه كل اللي اكل من الشجر الاولى بيمر بيه لكن انت لوحدك اكلت كمان من الشجر التانية فده اجتمع همين انت بتمر بيهم عائشة والكلب المربوط بحبل اه امامها فده معنى ان هي متمكنة من رجل ومسيطرة عليه ده رجل من اهلها بس الشخص ده يعني هي متمكنة منه بتحاول ان هي يعني تسيطر انه يكون فيه عداء ما بينكو وما بين الرجل اللي كان موجود هنا واللي جيه في الرمز ده نسأل ربنا صلاح الاحوال فاطمة والنجاية هنا وبتقول انه الباب ده لازم يغلق وبالفعل الباب ده لازم يغلق لانه اصلا باب من ابواب الفتن والمشاكل والهموم والكلام ده كله يعني نسأل ربنا صلاح الاحوال الخير في الكرتونة ده كله طالما ان انا ماخدتش تين بعدد انا شفت ان انا اكلت تين لكن ما شفتش العدد الخير فيه اه كرتونة اللي فيها الكلاب الصغار الكرتونة اللي فيها الكلاب الصغار للمتزوج وعنده اطفال ده معانا انه رزق مادي حيعود عليه وعلى اسرته طيب للي ما عندوش أطفال اللي ما عندوش أطفال دي بتعود على زرية لأن الجارو أو الكلب الصغير ده بيعود على طفل وطفل ذكر فمعنى أنه ييجي بالشكل ده وأنه هو شاركه حملها فنسأل ربنا أن فيه زرية إن شاء الله بإذن الرحمن حتيجي لده ورزق مادي لده هو وقصرته نسأل ربنا التسير حلمت من أربع سنين أن رجل دخل من النافذة فعرفت أنه ملك فأمي قالت لي اسألي متى تتزوجين فقال لي يوم الأربعاء فقرت له متى قال لي أنه نزل على الأرض منذ 800 سنة فسألته رح ييجي طويل مثلك فبتسمبستي يعني نسأل ربنا صراحي الأحوال ولكن الرؤية دي كانت بتقولك إذا كان زي ما ذكرت فنسأل ربنا صراحي الأحوال لأن يوم الأربعاء مش محمود شوية فمعنى أنه هو قال لك يوم الأربعاء فده معنى فترة تعصر نسأل ربنا أن هي تكون انقضت الخير أنه هو دخل لمكانك فمعنى أنه دخل ودخل مبتسم أو دخل سعيد فده معنى زواجك من حد نحسبه على خير إذا كان ده كنت تقصدي أنه ملاك أما لو ملك فده معنى أنه زواج ليك من حد صاحب مكانة نسأل ربنا أنه يكون فيه خير بس دي مكانة هنا ملاش علاقة بالنحية الدينية دي مكانة في نحية عمل لكن الملاك دي بتعود على مكانة في نحية دينية وخاصة أنه دخل مبتسم فعلى أي حال أنت شفتيه بس أنت كاتبة أنه ملك حلمت أنه أمي ماتت وبكيت وصرخت عليها جدا ولكن بعد شوية رجعت وكتشفت أنها حية وفرحت جدا إن صدقت الرؤية فده معنى أنه مشكلة أوهم ولكن ما تهولهوش أو ما تدهوش أكبر من حجمه لأن ده معنى أنه مشكلة بسيطة أو هم بسيط سرعان ما حتتبدل الأمور للأفضل وده معنى أنه هي عادة واكتشفت أنه هي على قيد الحياة فده معنى أنه نعكاس حل الأفضل بإذن الرحمن بس من بعد فترة هم أنت بتمر بيها وعشان كده بقولك ما تكبريهاش أو ما تشايليش نفسك هم زيادة عن اللزوم لأنه أصلا الأمور بإذن الرحمن حتنعكس للأفضل حبيبتي ابنتي عند 11 سنة رأت إن عم أبيها جالس في وسط منزلنا ويعمل طلاصم ثم أزال حجرا من الحائط ودفن فيها السحر ثم رد الحجر لمكانه لما قالت لي في المنام قلت لها اللهم اخذ لي حقي بصي السحر مش محمود والتلاصم والكلام ده لأن أعرفي حاجة لو حد لي في الأسحار وشفت أنه جالس في منزلي وبيعمل تلاصم أعرفي على طول أنه ده بيقوم بسحر بالفعل طيب لو ده ملوش في السحر وشفته بيعمل كده السحر هنا بيكون فتنة وفتنة بيزرعها في البيت وده معنى أنه هو بيشيل حجر ويدفنه السحر والكلام ده كله فده معنى أنه بيتسبب في فتنة في البيت بس الفتنة دي طالما أني أنت ذكرت أن ربنا يجيب لك حقك فده معنى أن الفتن أو المشاكل دي بتخصك أنت أو أنه بيسعى فيها بخصوصك أو بخصوص مشاكل تجي لك أنت أسماء حلمت كنت حامل وبعدها أنجبت طفلة وبدأت تبكي معرفتش نعمل لها إيه ومن بعدها كنت رايحة نردعها الحليب بيسيل بيغزارة من سدي بعد مدة قصيرة بعد مدة قصيرة رجلي عياتولو الشركة اللي يخدم فيها ومؤخرا نام وينزادوا عندي أولاد ويسرقهم لي لأ معلش ربنا يبارك في عمرك الجوز الأخير ده يعني زوجك حدث لمشكلة يعني في ناحية عملو معلش ربنا يبارك فيك بس الجوز الأخير بس وضحه لي الجوز الأخير بس معلش حبيبتي ربنا يبارك في عمرك وضحه لي حتى في الكومنتات وهعملها لك بإذن الله حلمت أني عاملة ميتة وفايزة بنت عمي بتكشف عورتي أكثر من مرة وأنا حائد وكنت متضررة لرؤيتها لأن كانت فايزة دعلانة مني عشان أبويا دخل مكان الامتحان ولأني تزوجت زوجها حسن في الواقع هو أخو وأبرر لها لأني كنت مريدة تماما ومش قادرة أحل ولا مدركة لعقد الزواج وكانت أميرة بنت عمي زعلانة كمان لموضوع الامتحان وكأنه عدم تكافؤ فرص بنا وجلست على سرير جدتي المتوفرة أيتها بتقول لي تخفيفا عني إن هيبة بنت عمي وأمها صباح كانوا هنا أول مبارح ومعاهم شاورمة واستنتجت إننا في الأعراف وإني منتظرة عمل ما ينجيني للجنة كانت أمي موجودة وفاق بنت عمي وطاها بن عمي وآية بص الرؤية دي كلها تحذير ليه؟ أولا حد يكشف عورة حد ده معنى إنه حد هيحاول يعني إنه يظهر عنه أموره مش أفضل حاجة عشان الحايدة اللي كانت موجودة والكلام ده كله فده معنى إنه حد هيحاول يظهر أو يتكلم عني بالسوق ويظهر أسوأ ما فيه ففايدة وأختها انتبه من ناحيتهم وقصة إننا زعلانة إن والدك دخل معاك الامتحان فالامتحان ده اختبار أو مشكلة أنت بتمر بيها لكن هي حتشوف إنه اللي حواليك بيسندوكي أو بيعونوكي وهي مش هتحب الأمر ده وعشان كده أنت حسيت إنه هما شايفين إن فيه عدم تكافؤ فرص فهما شايفين إنه وضعك أفضل من وضعهم وعشان كده شايفيتك كمان إنه تزوجتي من زوجها فالرؤية بتقولك إنه انتبه إن هيبقى فيه غيرة أو هيبقى فيه حقد شوية بس لأنه هما شايفين إن انت وضع أفضل شوية وشايفين إنه فيه ربما إن انت محبوة من اللي حواليكي وده معنى إنه بيسندك عشان الامتحان والكلام ده كله الحذر من إيه؟ الحذر من قصة إنه هبة كانت موجودة هي وولدتها أول مبارح هبة الخير إن أنا شوفها جاية لأن هبة طلاب معنى عطية طلاب فمعنى إن لسه جاية ده أفضل لكن قصة إن هي بتقولك هبة كانت موجودة فالجزء ده تحذري منه واسألي ربنا دوام النعم وحصني نفسك لأن نسأل ربنا إن ما فيش أي نعمة تتعصر أو يحدث فيها أي شيء بسبب حقد وحسد ومن اللي تذكروا هنا في الرؤية انت بقى مستنية إن انت تنجي وتدخلي الجنة أو الكلام ده كله فأكسري من الدعاء لأن الجنة في الدنيا إن أنا أتمناها فده معناه إنه بتمنى الوصول لراحة بال فالرؤية كلها بتقولك يا حزاري إنه عين وحسد من الناس دي تكون سبب في لقدر الله أي أشياء يعني مش حابة أولها أي أشياء مش ألطف حاجة ثانيا ننتبهي إنه الناس دي هتحاول تظهر أمور أو تتأول بكلام مش أفضل حاجة تجاهك يعني هيحاولوا يتكلموا عنك بكلام في ظلم شوية وده معنى كشف المنطقة دي أم فهد عزباء وبتمنى شخص حلمت إنه كنت عند جدي أبو ماما ومراد خالي هي مش حامل في الحقيقة وكانت شايلة بنت لسه مولودة وأنا خدتها أربيها وكنت أنا اللي شايلها على طول وكنت فرحانة بيها وبعد كده روحت محل كان داي بوتيك كده بتاع الهدايا وحلو كنت لابسة روبستان أبيض وصير وفرجت شعري وحط روج بينكو لابسة غويشة ومستنيها الشخص اللي بحبه ييجي وجي زوابط دخل البوتيك ده وكان بيسأل على حاجة وكان فيه واحدة صاحبتي في الحلم بس ما معرفهاش في الحقيقة كانت متغازة قوي إنه مستنيها حد بحبه وهي ما عندهاش وعورت نفسها وأنا ركبت تكتك عشان تروح مستشفى وفتحت كيس الفلوس دفعت الاستواء عشرين جنيه وهو كان عايز عشرة بس فتحت كيس تاني لقيت عشرات وخمسات وطلعت له عشرة جنيه طيب ربنا يرزقك الخير بس إن صدقت الرؤية دي فأولا زوجة خالق فيه فرحة هتجيلها الفترة اللي جاية لكن لو في سنة حملة ده معنا إن فيه طفل بالفعل حيجيلها أنت وبوتيك الهدايا والملابس والبنت اللي أنت حملتيها فده معناه إنه بشرة صار راحة تجيلك بس اسألي ربنا إن هي تكتمل يعني اسألي ربنا إن هي تكتمل ليه لأن في نفس التوقيت ده يعني الشخص اللي أنت بتتمنيه واضح إنه هيظهر لك محبة أو هيظهر لك ود لأن بداية الرؤية بيقولك أيوة فيه فرحة هتجيلك من ناحية شخص أنت بتنتظريه أو بتتمنيه لكن الضابط اللي دخل الكيس التاني اللي أنت فتحتيه بتقولك إنه خلي بالك إنه فيه شخص تاني أفضل حيتقدم لك الشخص اللي أنت بتتمنيه هيظهر لك محبة وهيظهر لك ود ولكن احذري من امرأة اللي عورت نفسها دي معنى إنه هيبقى يعني فيه شوية مش أفضل حاجة هيبقى فيه شوية غيرة أو حقد لأن الألم أو عورت نفسها أو الكلام ده كله ده زي ما حدث فيه قصة سيدنا يوسف عليه السلام فتقطيع الإيد أو عورت نفسها ده رمز الحقد شوية من امرأة ولكن فيه شخص تاني حييجي بس ده حييجي على قصة ارتباط يعني ده داخل على طول على قصة ارتباط مش اللي هو قصة يعني أي شيء تاني نسأل ربنا طبعا التيتير ونسأل ربنا أن يكون فيه خير لك فالأول ده أيوة هيبادلك محبة وهيتواصل معاك ولكن التاني ده بتقولك أنه ده حيتكلم في قصة ارتباط حلمت أني ذهبت إلى بيت جيرانا القدامى وعندما دخلت التقيت والدهم إبراهيم فلما رأني فرح برؤياتي وابتسم لي بص يا ربنا يرزقك الخير ليه الجيران القديمة أو البيت القديم أو الكلام ده كله ده معناق أمنية ليه فترة طويلة جدا بنتظرها واسم إبراهيم من الرموز المحمودة وحتلاقيه في فيديو الأسماء ليه لأن اسم إبراهيم أو سيدنا إبراهيم عليه السلام قلنا من رموز كثرة الخير بس يعني أمور متأخرة شوية ثانيا إنه هو من رموز الولد الصالح للي بينتظر زرية عشان سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق عليهما السلام فده معناه زرية طيبة حتجيلك بس حتيجي بعد فترة انتظار أنت مريتي بيها حلمت دخل الشغل رحت قمضي حضور وازملت دعاء معايا وكنت لابسة حلو جاكت أحمر وبنطلون جينس والتيشيرت أبيت شكل كان عجبني وبعدين رحنا للقسم بتاعنا لقيت المكتب اللي بعود عليه قاعد قدامه عماد مسيحي جنبه شخص انفصلت عنه وجنبه شخص ما عرفش مين بصيت جنبي كان كورسي فاضي قعدت عليه وطلعت كمامة لونها كفين من علبة جنبي لبسته ولقيتها خفيفة لبست واحدة تانية كمان الشخص اللي منفصل عنه قام قرب وجيه اخد كمامة وكان بيرتعش قلت لنفسي دي سخنية وكنت هتكلم بس سكت ومعلقتش واحدة زملتنا تقريبا وده سألته انت شكلك تعبان أو سخن قال لعب عصبية انه قال لممردة تيجي تقس له وقالت جاية ولسه مجاتش احنا مفيش تواصل طيب اولا الشخص ده حتى لو مفيش تواصل فخلاص يعني نسأل ربنا انه يرزقك الخير ويرزقك الافضل باذن الرحمن بس خلي بالك انه في حد تاني حييجي من ناحية العمل وده معنى الشخص اللي كان جالس جنبه فده معنى ان شخص تاني هيجيلك دي مش قصة عماد عماد اللي جيه هنا على المكتب اللي انت بتعودي عليه فدي محمودة ليك لو ما جالك فيه ترقيات لان ان صدقت اعرفي انه عماد اللي هو المسيحي أو النصراني ده معنى انه ان شاء الله باذن الرحمن باذن الرحمن انه فيه نصرة في المجال ده نصرة في المكان ده تكونت انت في مجال ترقية او مكان اعرف ان انت هتترقي الفترة اللي جاية وعشان كده لبس الجاكت الاحمر والكلام ده فدي فرحة جاية لك بس دي في مجال عملك اما المسك او الكمامة وان انا اخدته وهو اخد والشخص اللي كان قاعد جنبه فدي بتقولك انه خلاص يعني ربنا يرزقك الخير الا ان انت خلاص فيه حد تاني هيدخل لحياتك وربما انه حيجي عن طريق العمل اما هو انقضى امره قصة بقى الوضع بتاعه والصرف بتاعه ده معناه انه نسأل ربنا ليه الحفظ لان الجزء بتاعه هو كله مش حلو السخونية الحمى والممردة اللي حتيجي بس مجاتش والكلام ده كله فنسأل ربنا ليه الحفظ من كل سوء يعني الجزء ده مش حلو خالص ليه ربنا يحفظه يا رب ويحفظ الجميع بسارة حلمت اشترينا خمس بيضات وحلمت عميته سميحة تحت البيت عندنا ونزلوا لها السبت حطت لنا شراب ابيض طويل مفتوح من ناحيتين ولبسته لقيت نصفه فيه تراب وكدش مقاس 38 ابيض كنت حستها صدقة طيب خمس بيضات اللي اشتريتوهم ده معناه انه ارتباط بس الاكتر من امرأة ده مش ارتباط ليك لوحدك لا ده معناه انه فيه بنات تاني لان ده ارتباط لأكتر من امرأة العامة اللي جات هنا والشراب الابيض الطويل مفتوح من ناحيتين ونصفه فيه تراب والكلام ده كله فده معناه يعني ربنا يرزقك الخير لو فيه مال ما بينك وما بين عميتك ده معناه ان انتو هتاخدوه بس هتاخدوه يعني من بعد شوية مشاكل او انه فيه شوية اه ازة حتصيبه او حيجي بتعصر او الكلام ده كله ده اذا كان فيه مال ما بيننا وما بينها طيب لو ما فيه شمال هنا يعني ان انت ربنا يرزقك الخير في ناحية العمل انه انت بهي لان العمل فيه مشاكل بسيطة ولكن من بعدها فيه خير كتير حيعود عليك لان القصة مفتوحة من ناحيتين والبستيق ده معناه انه عمل ولكن فيه مشاكل ونسأل ربنا انه ان شاء الله الامور تتبدل للافضل هو ده التنظيف والكتش اللي جيه هنا فده معناه انه نسأل ربنا انه زوال مشاكل وتعصرات ونقلة للأفضل بإذن الرحمن بس دي خاصة بناحية العمل صلي على النبي عليه الصلاة والسلام من عشر سنين حلمت بعمود نور دخلت جوه عمود النور طلعت من الناحية التانية لقيت بحر وسط البحر اربع مراتب عديت من فوق المراتب وصلت البر لقيت جنينة خضراء دخلت الجنينة لقيت واحدة من جيرانة اسمها ليلى عبد الوهاب قعدة انسة اربعين سنة طيب حبيبتي ربنا يحفظك اولا عمود النور هنا ده مش شخص لان انت بتقولي دخلت جوه وطلعت من الناحية التانية فده معناه انه التزام ديني وتقرب لله لان النور هو الله سبحانه وتعالى فمعنى ان انت دخلت جوه وطلعت من الناحية التانية فده معناه ان انت حتتقربي لله وحتدخلي في الناحية الدينية بشكل كبير جدا البحر والاربع مراتب اللي انت مريتي من فوقهم ووصلت للبر فده معناه انه معلش يعني الأربع مراتب هي خلاص وقت لأنه هو سن الأربعين والبحر هنا الدنيا فمعنى أن أنا أمر على أربع مراتب فده معناه أنه الأربعين عام اللي مروا نسأل ربنا أنه إن شاء الله يرزقك في القادم الخير علشان الجنين الخضراء اللي دخلتيها ولقيت فيها ليلة عبدالوهاب فده معناه أنه بتقولك أنه الهبة أو العطاية من الرحمن بإذن الله من بعد تخطي الفترة دي وإنت مريتي بالفعل على الأربع مراتب خلاص فنسأل ربنا أنه فاتحة الخير والهبة والعطاية من الرحمن تكون قريبة طالما أن أنت مريتي بالفترة بالفعل عزباء وحلمت كنت أتشاجر مع أبي ثم كان رواق في ماء بحر كنت سأغتص قال لي أخي يوسف اسريعي لأغتص خلفك غتصت ثم سعدت قلت أحذر هناك شوق في هذه الجهة قال أعلم سبحت وخرجت كنت أجلس تحت ظل مع مجموعة نساء غطيت جسدي بخمار قالت امرأة جاءت حسناء ثم بسمة متزوجة قالت لي كم مقاس قدمك قلت ستة وتلاتين قلت أنت أيضا قالت لا بل سبعة وتلاتين قلت كيف هذا فقالت إثبتي ليه جربت حذائها كان كبير ولم يعجبني ومهترق بعض الشيء حاولت ارتداء حذائي كان صغير فارتديت حذائي طيب ربنا يرزقك الخير أولا الشجار مع الأب ده معناه مشاكل في الدنيا أنت بتمر بيها بالفعل جزء بقى السباحة والغطس وأنه المكان فيه شوق فده معناه دخول في هموم ومشاكل أنت دخلت فيها وأخوك كمان اللي دخل هو كمان فيه مشاكل بس في حاجة يعني هل أنتوا على صفر عشان قصة الغطس والشوق والكلام ده كله الخير أن أنت سبحتي وخرجتي فده معناه خروج من فترة الهموم والمشاكل اللي أنت شفتيها وتغطية جسدك بالخمار نسأل ربنا أنه يكون فيه زوج صالح هيجيلك بإذن الرحمن ونسأل ربنا أنه هيكون فيه الخير عشان حسناء وبسمة لجوم هنا بس انتبهي من حاجة انتبهي ليه ربنا يرزقك الخير أي حد يجيلك صلي استخارة كبير صغير صلي استخارة وما تتصرعيش ليه لأنه أولا الحزاء وأنه 36 وهي قايت لك لأ 37 جربته وما عجبنيش وهو جاي من بسمة فده معناه أنه ده شخص فيه فرحة كبيرة وفيه خير كتير لكن أنت حتشوفي أنه لأ مش مناسب أو ده ما ينفعش أو الكلام ده كله فياريت أن أنت تصلي استخارة على أي حد الفترة اللي جاية يتقدم لك حتى لو أنت شايفة أنه هو أكبر أو أنه هو مش مناسب ليه لأ صلي استخارة لأنه ده بتقولك حد هتكون شايفة أنه مش مناسب أو أنه ما فيهوش خير ولكن ده حيبقى فيه خير كتير قوي لأن أنت لما رفضتي أنت عدت لحزائك تاني فده معناه أنه لأ يعني الأفضل أن أنت تفكري وتصلي استخارة في أمره لأنه نسأل ربنا أنه حيكون فيه خير ويارد تسكري إذا كان فيه عمل أو فيه عرض العمل ما بينك وما بين امرأة يعني يارد جاية ذاكي الله خير اسكري في الكومنتات استراء أنا حلمت أنه كنت قدام مسجد وكان قدام المسجد فيه زير كان مليان مياه وروحت لكاريتنا المتوفية واشتريت منها طبق أحطه على الزير وكنت بدور على كوباية ألمونيا أشتريها منها متزوجة ومعايا طفلين وإن صدقت الرؤية فده معناه أنه لسه فيه الطفل حيجيلك الفترة اللي جاية بإذن الرحمن لأنه دي بتقولك أنه لسه فيه فلسه بالجريه بإذن الله الزير اللي كان مليان والطبق اللي خدتي الكوباية الألمونيا الكلام دا كله فده معناه أنه مال حيدخل على زوجك يعني نسأل ربنا أنه مال حيدخل على زوجك بس خلي بالك ما لحاجة جزء ان أنا عايزة أملأ أو عايزة أغطي أو الكلام دا كله ده معناه أنه فيه رزق كبير هيدخل على زوجك بس التغطية هنا ده معناه حفظ ده معناه في مال حيجيله ولازم ان انا احافظ عليه. ثانيا ان الزرية اللي حتيجي الفترة اللي جاية لازم انه يعني تحافظ عليها. ده معنى ان انا بغطي الزير. الزير ده ربنا يرزقك الخير ده ما كان الارزاق بس رزقين بالتحديد. رزق مال ورزق زرية. فهو اولا الفترة اللي جاية رزق مال ثم زرية عشان الكوبية الالمونيا جات في الاخر. ولكن الخير في التغطية. التغطية اللي جات هنا ده معناه انه حفظ واخفاء للامر اللي جاي ده. ده امر رزق وحيدخل على زوجك لان الزير والحاجات دي كلها بتعود على آآ من يعول الاسرة اللي هو الزوج. بس حاول ان انت الرزق اللي جاية لزوجك ده ما حدش يعرف به. وما تظهريش يعني انه فيه اي حاجة دخلت زيادة في اي رزق المادي فيه الكلام ده كل. دارين متزوجة حلمت امي ان جابت بنت جميلة شقراء وفرحت وانا حامل ببنت في الحقيقة. وحلمت العب بقرة بقدمي وعمي كريم اصبح طبيب وينزل لي واشتريت بطاطا وبقدونس. وحلمت زوجي اخدنا في رحلة للبحر. واراه من سيارة والبحر هادئ وجميل. طيب ماما ان جابت بنت جميلة وشقراء وفرحت بيها وانت حامل في الواقع فدي خلاص. يعني دي نسأل ربنا انه يتم امرك على خير ولكن ده تمام امر زريتك. يعني نسأل ربنا انك حتقومي بالسلام. آآ لعب الكرة هنا. يعني نسأل ربنا التسير. ده معناه ان انت بتسعي في سفر. ونسأل ربنا ان انت حتنولي. لان دي بتقولك انه اه انت حتنطقي لي. بس نتيجة سعي في سفر. يعني انت بتسعي. دي مش نقلة ان انا هغير منزل. لا دي نقلة سفر. آآ كريم اللي اصبح طبيب. فيعني اسكريل ازا كنت انت حاليا في وضع الحمل اللي انت فيه ازا كنت بتمر بزرف صحي او ازا كان فيه مشقة. لان ده رمز للشفاء وزوال مشقة صحية انت بتعاني بيها. البطاطا والبقدونس مع بعض ده معناه انه مشاكل في الارزاء ولكن حتزول. هي مش قادمة هي حتزول. لان مش واحد منهم لوحده. فده معناه مشاكل في الارزاء حتزول. رحلة البحر والسيارة والكلام ده كله دي بتأكد برضو ان انت وزوجك بتسعوا في سفر دلوقتي والله اعلى واعلم. اميرة عليكم السلام ورحمة الله. حلمت ان خطيبي جي لي وكنت زعلانة منه وقفلت في وجهه الباب. واداني ظهره ومشي. هتحضاري من الرؤية دي ربنا يبارك في عمرك. واي مشكلة ما تهوليهاش. لان لو كبرت مشكلة الفترة اللي جاية ما بينك وما بينه. يعني دي مش هتسبب آآ يعني جفاء ما بينكو. لأ دي ممكن بتقطع الموضوع خالص او تنهيه تماما. وده معنى اضار ظهره وانا قفلت الباب والكلام ده كله. فاحنا هننهي الموضوع عشان مشكلة ممكن تتخطوها. عزباء وحلمت طلع سلم في الشارع مع ناس كتير. ولقيت على اول درجة خمس جنيهات والدرجات اللي بعدها لقيت خمسات تاني. ولقيت عشر جنيه وعشرين جنيه واخر درجة لقيت خمسين جنيه جديدة وقلت اعدهم. بصي يعني نسأل ربنا صلاح الاحوال. دي كلها كل عام مقبل ايه اللي هيحدث فيه والله اعلى واعلى. ان صدقت الرؤية دي فمن بعد عام نسأل ربنا انه فيه شخصة حيتقدم لك. واسألي ربنا انه امره هيكتمل. ليه? لان انت من بعدها لقيت خمسات تاني. فعشان كده بقولك لا اسألي ربنا انه الامر يكتمل لان فيه رموز يعني مش المفروض ان هي تتكرر بمعنى صح. يعني لقيت خمسة خلاص. لكن قصة فصعدت ولاقيت خمسات او بعدها لقيت خمسات تاني فده معناه انه فيه حد هيجيلك من بعد عام والله هو اعلى واعلى. اسألي ربنا انه امره يكتمل. العشرة جنيه وعشرين جنيه التلاتين اللي جم. دي بتقولك انه نسأل ربنا التيتير الا انه ان شاء الله بازن الرحمن فرحة هتقضى. بس هتقضى من بعد كرب ومن بعد مشاكل. عشان كده بقولك اسألي ربنا في اللي قبلها ان الموضوع يكتمل. لانه هيبقى فيه كلام على ان احنا نسيب بعض. اخر درجة لقيت خمسين جنيه جديدة. فده معناه انه ربنا يرزقك الفرحة الا ان دي بقى حدث جديد. ملاش علاقة بقى بقى بقصة ان انا آآ خطوبة او بقصة موضوع الزواج او الكلام ده كله. فده ربما ان هي زرية. فرويا بتقولك فيه خطوبة. من بعد عام والله هو اعلى واعلم. ولكن هيحدث فيها مشكلة. وحنكون على وشك ان احنا نسيب بعض وننهي الموضوع تماما ودي الخمسات اللي لقتيها مرة تانية. فالخمسة الاولى دي ارتباط. الاقيها تاني ده معناه انه فيه كلام على انفصال او اننا نسيب بعض. الخير فيه التلاتين اللي هم عشرة وعشرين اللي لقتيهم من بعدها. فده معناه تمام امر بلم شمله ولكن جاي من بعد مشاكل. الخمسين في اخر درجة ده معناه انه فرحة وفرحة جديدة ودي لعلها بزرية والله اعلى واعلم. فكلها بتخص توقيتات الفترة اللي جاية. عزباء وحلمت اتصل لابو كريستيان وقال لي تعالي عشان اضرابك رياضة فرحت وذهبت مع بابا ولم قلبس بدلت رياضة ولبست حزاء رياضي في الطريق التقيت بزميلاتي اوقفوني. بسم الله قلت لهم عنه فحدقوا بيه فاكملت ستير وصلت البيت مكتوب فوقه قصر الزهبي في الواقع البيت اللي جارتي اسمها دليلة والقصر الزهبي مول كبير للقواني وديكور. ولما دخلت لقيت قاعد اجتماع رأيت ابو كريستيان وجالس جلسنا معي حدسنا ثم ذهب ولكن لم يأخذنا للتدريب جاءت امرأتين كلموني واحدة وجهها مشتطيل واخرى مربع وقفت واحدة جلست فوق الاخرى وقالت لي انت اطول من ابوكي نظرت للحديقة رأيت عرس عزموني ولكن رفضت للعلم عندي سحر وعندي امتحان بكالوري بصي ربنا يرزقك الخير ولكن الرؤية دي بتقولك يعني اسكري ازا كنت بتسعي ان انت اه في دراسات حابة تكمليها خارج دولتك لان ان صدقت الرؤية الحزاء الرياضي اللي جيه هنا وزميلاتك اللي اوقفوكي والكلام ده كله فده معنى ان ربنا يرزقك الخير اكتهي في دراستك دلوقتي وما تديش مجال لحد ان هو يعصر امرك او يعصر سعيك من بعدها هنسأل ربنا انه في خير كتير هتلاقيه بس هتلاقيه في دولة تانية فواضح ان انت هتكملي دراستك في مكان تاني وده الافضل يعني ده الافضل وهو ده الحزاء الرياضي فنسأل ربنا انه هيكون في مكانة افضل بس في مكان تاني وعشان كده جيه كريستيانو والكلام ده كله المرقتين اللي جوم هنا دول اتنين اعداء ليك ومش اعداء ليك انت بس لا ده اعداء ليك والاستريتك وعشان كده هي اول ما ذكرت قايتلك انت اطول من ابوك فده معنى ان اولا انت حيعلو شأنك بس عن اللي حواليك وده معنى الطول هنا فده علو شأن عن اقران ولكن انتبهي من انه نسأل ربنا انه مفيش اي اذا يجيلك عن طريق اتنين نساء اعداء ليكو عمتا مش لك انت دليكو عمتا لانها ذكرت الوالد بس مش دلوقتي ده كمان من بعد مكانة ومن بعد مكانة خاصة بناحية علم مريم شفت اني وقفة على باب بيت يعترضه شيخ ملتحي ويصرخ علي انت مالك عملة دوشة ليه هو خاطب بس ما خلنيش ادخل كانت ام طليق بتتصرع في الارض وهو جنبها وراهم بنت ورجل قلت البنت دي مراته جاوبني قال لي لا طيب اولا الجزء بتاع والد التضيئك فنسأل ربنا صراح الاحوال لانه واضح انه هي يعني نسأل ربنا صار في السوق ولكن هي بتصرع في الارض والكلام ده كله ده معناه انه في يعني ربما اسحار هي حتى تعرض لها الفترة اللي جاي نسأل ربنا صار في السوق لان الصرع او الشخص انه يجي بيصرع ده معناه انه ازا ولكن ازا من جن وهنا ربما انه عن طريق اسحار باب البيت وانه بيعترضه شيخ ملتحي ومش حابب ان انت تخشي والدوشة والكلام ده كله ده معناه ان خلي بالك انه في حد مش حابب يعرف اي حاجة عنك او مش حابب ان انت تظهري في حياتهم مرة تانية هو ده الشيخ اللي واقف على الباب وعمل دوشة ليه ومش عايز يدخلك ولا الكلام ده كله فده حد مش حابب انه اه سرتك تيجي في البيت ولا حابب ان انت ولا حابب ان انت تكوني موجودة ما بينهم اعرفي ان البيت ده في حد بيسعى ان انت ما تكونيش اه طرف في حياتهم ولا يكون ليكي ذكر في حياتهم خالص نسأل ربنا صلاح الاحوال في حد بيعترض الامر بالفعل عزباء وحلمت اني قابلت زميل اسمه محمد في الشغل واعطيته اتنين كيس شاي فتلة واحد ليه واخر لزميل معجب بيه متدوج وقلت له واحد ليه كل اخر لزميل الاخر وبعد كده وجدت جدتي المتوفية ماتت في الحلم وامي وابي كانوا بيلفوها في القماش وجدت امي بعد ما لفتها في الكفن براز حول التنظيف وثم دخل علينا سعاد وطارق وكان الزميل المعجب بيه سعيد مع علم هذا الحلم قبل اداء الامتحان لهذان الزميلين في الحقيقة طيب كيسين الشاي اللي هم اخدوهم ده محمود ليهم هم لان دي افراح وسعادة ليهم هم نسأل ربنا صراح الاحوال جزء بقى الجدة المتوفية وانه هم بيلفوها في القماش او الكفن او الكلام ده كله فده معناه انه امرأة حتدخل فيه موضوع الزواج دي مش قصة لقدر الله اعمار لا الكفن احيانا بيكون كف فازى عن حد واحيانا بيكون ارتباط ده لغير المتزوج فمعنى اللي بيلفوها هنا والدك والدتك فده معناه انه موضوع ارتباط ليك انت ولكن التبرز اللي جيه هنا ده معناه انه حيبقى فيه مشاكل يعني من بعد كده قرب تمامه لانه هم بيلفوها لقوا الامر ده او التبرز فده معناه انه حيلاقوا الموضوع او انت حتلاقي ان الموضوع فيه مشاكل او فيه تعصرات ولكن نسأل ربنا صلاح الاحوال لان دخول سعاد وطارق من بعدها فده معناه دخول سعادة وفرحة بشخص بشخص ده لسه حيدخل ده لسه حيدخل اما الشخص اللي انت بتتمنيه او ازدميل المعجبة بيه يعني نسأل ربنا التسير ما بينكو لكن عارفي ان امره فيه شوية مشاكل عشان الكفن والتبرز والكلام ده كله حاولنا تنظيفه فده معناه انه موضوع خاص بارتباطه ولكن كله مشاكل وكله ازأ ولكن سعاد دخلت مع طارق فالسعادة مقبلة مع حد نسأل ربنا طبعا تيسير لك في الخير يا رب ولكن الرؤية دي بتقولك انه فيه سعادة ولكن دي مع حد يعني ربما انه لسه ما ظهرش اصلا الدعاء المستجاب حلمت مكان غريب كأنه فيروس او سم انتشر وناس بتموت انا موت ونايمة على ارض ميتة وبشوف راجل مسكه كصعبان البحر ابيض مات الصعبان ايضا قلت بنفسي ده فيروس موت الانسان والحيوان منه شفت قطة ميتة على وجهي وعلى فمي بالزبط عفرة قمت واسمعت رجل بيقول عفرت قمت واسمعت رجل بيقول لامرأة افتحي لي الباب لادخل اغتصب واحدة هربته هو بيجري وراي وبشوف نفسي ببيت بينساء صعدت على كنبة فتحت نافذة وشلت الترابيس هو جي حاولت اقفل كسر وفتح دخل حامل الى القتل الكل هرب هربت تذكرت هاتفي الاسود فوق الكنبة قلت لان اخرج بدونه جي يقتلني الربلية واقف مع المرأة كانت قصيرة وبيضاء وتحكت ودحكتها شريرة راوغته خدت منه الاداة كان مخبيها حول ظهره وشفت ورجعت مروحة بلاستيك خضراء صغيرة عزباء بص يا ريت ان انت تستمري على رقية شرعية قصة الفيروس والكلام ده كله يعني دي ما هنا مش رؤية عامة يعني الفيروس وانه بيصيب والحيوان لا هنا مش رؤية عامة ده هنا رمز الازا هو ده السم انه انتشر او فيروس انتشر فده ازا والصعبان الابيض او صعبان البحر بالتحديد فده معنا ان خلي بالك انه ازا ولكن اللي بيسعى ليك في ازا في حد بيعونه هو ده التعبان الابيض او صعبان البحر فصعبان البحر العلماء بيقولوا على من يعين ظالم فهنا الرؤية بتقولك ده في حد بيسعى في الازا وفي حد تاني بيعينه عشان كده وجاي بيلحقك واللي اعتداء او الكلام ده كله واللي بتفتح له امرأة فرؤية بتقولك لأ ده فيه حد بيسع ليكي فأذى إلا أن فيه حد بيعينه على الأذى ده طب حيتمكن بإذن الرحمن مش حيتمكن هو آه تمكن أنه يعصرك لفترة ودي فترة فقد الوعي فدي وقف حال لفترة بس مش حيتمكن تاني عشان المروحة والمروحة دي رمز يعني نسأل ربنا صلاح الأحوال انعكاس الحال بس انعكاس للأفضل لأن دي رمز لنعكاس وتغيير بإذن الرحمن الأفضل نسأل ربنا التايسية متزوجة ورقوا لي إني أحرمت للحج وركبت باص الحجيج لاستفر طيب الحج هنا ده رمز القضاء حاجة بإذن الرحمن طالما أن أنا مش بسعى في الحج أو أنا مش مقبلة عليه أو مش بفكر فيه دلوقتي فرؤية رقوب الباص للحج ده معناه أن أنا في طريقي بإذن الرحمن لقضاء حاجة الفترة اللي جاية أنا بدي أو بتمنيها من ربنا طبعا والله أعلى وأعلى مياريت اللي ليه سؤال يكتبوا في الكومنتات وياريت ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته